نخش في الموضوع علي طول. نخش في الموضوع على طول. يا رجل العامل بيحبش الكلام كتير. هين انت بتهذر يا ابني. يا زربة حبيبي. خلينا نخش في التفاصيل على طول حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون حلقة مفصلة عن ازاي ترسم الشادو بشكل احتراف. هتكلم بالتفاصيل عن الشادو امتى يكون طويل امتى يكون قصير امتى يكون حد امتى يكون سوفت شادو امتى اللون بتاعه يبقى عامل ازاي كل التفاصيل ده نتكلم عنها حلقة النهاردة. حلقة ما يفعش تفوتها فخلينا نبدأ. طيب خلينا نبدأ كده بتعريف سريع. ايه هو الظل اصلا يعني. ببساطة شديدة الظل هو عدم وصول الضوء لمكان معين. يعني مسلا انا عندي الاضاءة بتاعتي اهيه. تمام? وفي ادي الموس اهو. فانا اول ما هحط الموس في اتجاه الاضاءة دي. هيعمل ظل هنا على التربزة. ده ناتج عن ايه? ناتج عن ان الموس حجب الاضاءة عن وصولها في المكان ده. جميل? فدي اول نقطة وهي ايه? هو معنى الظل. طيب انا برسم ازاي الظل او بناء على ايه? اصلا في التصميمات بتاعتي. بديه جدا لو قلت لك فكر معي كده انت بترسم الظل بناء على ايه? هتقول لي اول حاجة هشوف الضوء جاي منين? وبالتالي اتجاه الظل هيكون في الاتجاه المعاكس له. يعني الضوء جاي من هنا. ودي الجسم حاجب الضوء فبالتالي الظل هيكون في الحتة دي. اللي هو الجسم اللي بيقع عليها. طيب دي اول خطوة يبقى احنا هكده حددنا فين هنرسم الظل. طيب طريقة ر الاسم الظل في التصميمات بتاعتنا بتختلف ليه كزا طريقة هنشرحهم برضو في الفيديو بتاعنا النهاردة. ولكن قبلها محتاج افهم بس تفصيلة صغيرة وكده وهي ان الضوء مش كله زي بعض. مصدر الاضاءة نفسه بيختلف من مكان للتاني. فبالتالي الضوء نفسه طبيعته بتختلف. طب ده ده معناه ايه الكلام ده? ده معناه ان احنا هيكون عندنا كزا مصدر اه وكزا شكل للضوء. وبالتالي هيكون عندنا كزا شكل للظل بتاعنا. طيب ايه الاشكال اللي بيكون عليها تضوء ووزله الكلام ده كله. اول حاجة لو الاضاءة بتاعتك سوفت. فبيطلع الشادو عندك سوفت بالشكل ده. فشايفين هنا مسلا عندنا الجزء الاولاني ده. الاضاءة دي سوفت وهنشرح امتى تبقى الاضاءة سوفت. فبالتالي الشادو شايفين جاي بشكل سموس ونام كده. تمام? الحواف بتاعته مش مش حواف شارب. على عكس مسلا المصدر الاضاءة هنا. مصدر الاضاءة هنا هارش. فبالتالي الشادو بتاعي هارش اللي هو حاد. تمام? خلينا نشوف مسلا مسال تاني. وليكن مسلا في التصميم ده. ده هنا مصدر الاضاءة بتاعي سوفت. فشايفين الظلال اللي على الوش نعمة شوية. بينما هنا مصدر الاضاءة بتاعي حاد. فبالتالي هنا الظلال بصوا تحس ان هي مرسومة بخط. ولكن هنا نعمة شوية. فدي اول حاجة لازم نكون فهمنا. طب امتى يبقى الظل سوفت وامتى يبقى الظل هارش? ده بيعتمد على مصدر الاضاءة. لو مصدر الاضاءة بتاعك كبير او قريب جدا من الجسم. فبالتالي بيكون الاضاءة عندك سوفت. طيب ده زي ايه? ده زي مسلا استوديوهات التصوير زي مسلا مصدر الاضاءة اللي عندي ده 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 مصدر اضاءة كبير. فبالتالي يعمل لي آآ بشكل سموس وناعم كده ودي بتبقى حلوة في التصوير. فلو هنرجع مسلا للمسال بتاعنا ده. ده هنا مصدر الاضاءة كبير نسبيا بالنسبة هو البرات ده. فبالتالي الشادو عندك نعم. على العكس هنا مسلا في الجزء اللي على اليمين مصدر الاضاءة صغير فبالتالي الشادوز بتاعتك معمولة بشكل شارب. لو هنيجي ناخد مسلا مسال تاني عندنا هنا ده مسال حقيقي دي صورة حقيقية. هنا مصدر الاضاءة بتاعك اللي على الشمال مصدر اضاءة عبارة عن كشاف كده تمام? وده الجسم بتاعك آآ مصدر اضاءة الكشاف صغير فبالتالي الشادوز جايا لك بشكل حاد كده. لكن لو الكشاف ده انا جيت وجبت عليه ورقة حطتها فاصبحت مشتت للضوء يسموه ديفيوزر. بتشتت الدوق فبالتالي بتخلي لك كويكة ان الاضاءة مصدرها مش بس الفتحة بتاعت الكشاف الصغيرة ولكنها كل الورقة المنورة دي. فكده اصبح معاك مصدر اضاءة حجمه بصوا بقى حجمه كبير ازاي? على عكس مصدر اضاءة الكشاف الصغير كان هنا. تمام? فهنا تلقى عندك جاية بشكل شوية كده. طيب ايه كمان ممكن يكون مصدر اضاءة ده برضو اشهر مسال على الموضوع ده بيكون اضاءة الشمس. اضاءة الشمس في العموم بتكون اضاءة هارش. حد. تمام ليه? لان مصدر الشمس نسبيا بالنسبة للارض هو مصدر بعيد جدا ونسبيا صغير لان هو بعيد جدا. طيب امتى بتكون الاضاءة بتاعتك سوفت? الاضاءة بتاعتك بتاعتك لما ما تكونش دايريكت جاية من الشمس. يعني ايه? يعني لو الشمس خبطة في السحاب فالسحاب نفسه بيعمل كأنه كبير. كبير. وعمل لك فتلاحظ انت لو الدنيا مغييمة تلقى الصور بتاعتك اضاءة بتاعتك سوفت وحلوة كده. او لو انت واقف في الضلة فتلقى الاضاءة اللي على وشك آآ سوفت ونعمة. ولكن لو انت واقف في الشمس هتلقى الاضاءة آآ هارش والحوائل والظلال هارش. نفس الكلام برضو لو هنتكلم في وقت الغروب والشروق بتكون الشمس مش جاية عمودي عليك. بتكون الشمس ضربة في السماء والسما ضربة فيك اضاءة. ده مصدر اضاءة واحد. رقم اتنين بتكون الشم نفسها عاملة على وشك ده. فبيكون حلو كده. بين عشان كده بيسموها المصورين دايما بيحبوا يصوروا في الوقت ده يعني. طيب كده احنا شرحنا طبيعة الضل والكلام ده كله. خلينا بقى نروح على ازاي تعمل الزل وازاي ترسمه في التصميمات بتاعتك. فاصل سريع. لو انت مهتم في تصميمات الاعلانات والسوشيال ميديا فالكورس بتاعي بقى متاح دلوقت تقدر ان تشتري من خلال لينك الموجود في الكورس ده تكلمنا عن ازاي تعمل تصميم سوشيال ميدي ناجح فنيا وتسويق. فبالتالي تكلمنا عن اسيات تسويق. تكلمنا عن اسيات تصميم الجرافيكس الاكاديمية. تكلمنا على تعقيدات كلها بالتفصيل. ازاي تعمل زل احترافي. ازاي ترسم الاضاءة. ازاي ان انت تعمل كل التفاصيل دي. وستة تطبيقات عملية. مشروحة بالتفصيل. لينك الكورس هتلقاه موجود في الدسكريبشن. ولو قابلتك اي مشاكل في الشراء تقدر تواصل معنا على الرقم الموجود في الدسكريبشن. ويلا بنا نرجع للشرح بتاع. اول حاجة. هنعتمد عليها هي طريقة اللي هي الاسقاط الهندسي. يعني ايه? ما تتخضش من الاسم كده. هي ببساطة هي طريقة بتعتمد على ان انت بتشوف مصدر الاضاءة جاي منين? وبتتتبع مصدر الاضاءة. طيب انا هبدأ معكم بالغلطات اللي كلنا بنعملها. مسلا انا عندي يولي يكن مسلا الكيوب ده. وعاوز اعمله شادو. فمعظم الناس بتعمل ايه? او مش يعني الناس كتير يعني. خلينا عشان ايه الناس ما تزعلش مننا? بيجيب لون مسلا اسود والفورشة دي ويبططها كده ويقوم يرسم شادو كده احطه من تحت. فعام زي الفل. احطه كده. ده الشادو. ده مش غلط لو انت هتعمل حاجة شكلها صغير وبتاعها فهتزبط معاك ولكن ده مش بيراعي خالص اتجاه الضوء فين والظل فين? وانت لو عاوز تعمل بشكل احترافي لازم تكون فهم التفاصيل بقى ما ينفعش ان انت تعمل حاجة عشوائية وسريعة. تمام? طيب خلينا نبتدي مسلا باننا نبتدي نشوف احنا الاضاءة بتاعتنا جاية منين? وليكن مسلا انا عندي مصدر د لمبة صغيرة موجودة هنا. تمام? وعايزين نرسم الظل بتاعها فاببساطة انا لازم اول حاجة اعرف اللمبة دي مكانها فين? ممكن يكون مكانها قريب. يعني ايه? يعني ممكن تكون هنا فوق كده. لكن ده عمودة اهو. واللمبة هنا فهي قريبة اقرب من الكيوب. او ممكن تكون بعيدة انا لسه مش عارف. طيب اعرف منين? ده انا اللي المفروض بحدده. يعني لازم انا اكون وانا بعمل التصميم انا بقى عارف. مسلا وليكن دي شمس وفي جبال فالشمس بعيدة فبالتالي هيكون اسقاطها عامل بالشكل ده. لغاية هنا كده. لان هي بعيدة. خلاص يعني الاضاءة اللي هي هتنورها هتكون هنا. على عكس ان انا لو عملتها كده ده معناها ان اللمبة بقت قريبة. خلاص فدي اول حاجة لازم نكون عارفينها. الضوء نفسه موجود فين فواليكم مسلا انا هرسم بقع ضوء كده. واعملها كده. لو حطتها هنا معناها ان الكشاف ده بعيد في المسافة. تمام? لكن لو جتها وحطتها هنا كده. فده معناه ان الكشاف ده فوق. وضحت الفكرة. فانا لازم الاول اكون محدد فيه. في التصميم بتاعنا هنا او في المسال بتاعنا هنا انا هحط مسلا اللمبة هنا. فده معناه ان اللمبة بعيدة كده. طيب اه عايزين نعرف دلوقتي نرسم الظل بتاعنا ازاي? انا هقول لك الخطوات اللي انا بتتبعها في الحالة دي. هو طبعا الموضوع اللي هي اساس علمي وفي حاجة اسمها الاسقاط الهندسي ومعرفش او الكام ده كله. اللي هي تفاصيل كتير تمام? ان تشوف مصدر الدوق جاي منين وتسقطه لتفاصيل كده وفي حد بيشرح الموضوع ده. حد بيشرحه بشرح ممتاز. ممتاز الحقيقة لازم اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه في شارح بتاع ساعة وشوية كده فيه امسلة كتير وبتاع كتير. اسقطات زي كده الظل جاي من فوق. ازاي ترسموا وهكزا. فهسيب لكم برضو الحلقة في ولكن خلينا اقول لكم انا الموضوع برضو بشكل مبسط هيكون عامل ازاي? باختصار شديد. انا في البداية خالص هبتدي احدد المكان اللي بيقع على الدوق. فانا مسلا هقول ان ادي مصدر الدوق وبيقع كده. ويبقى عندي ده كده بتاع الارض. فدي الارض بتاعك. خلاص? فببتدي ان انا برسم كده امتداد للارض دي. بالشكل ده. بشكل مش لازم بقى بمسطرة وكده يعني. بوصل بس الاربعة كورنرز دول بشكل كده سريع. اه طبعا في اللي هو الكورنر الرابع في المستطيل اللي هو كده. انا مش عايز اتدخلكو في تفاصيل. اللي مالحاش مش هتفيدك قوي يعني. بس دي دي الفكرة. انا بوصل الاسقاط ده. وبوصل الاسقاط من من الضوء نفسه. ببتدي اشوفه اوصله كده بالاربع كورنرز. فدي الكورنر الاولانية هكمل على امتداد خلينا نجيب لون تاني برضو. فدي الكورنر الاولانية هبتدي ان انا اوصل على امتداد. هكده بشكل رافلي جدا. تمام? ويبقى دي اول نقطة مع تقطع النقطة اللي تحت. تمام? فده اداني اسقاط الخط ده. وهوصل النقطة دي كده كده. اوصل النقطة دي برضو بشكل كده رافلي. تمام? من النقطة اللي هي امتداد الخط ده. احنا كده بنرسم الخط ده. واحط النقطة دي. يعني انا مش عايز برضو الموضوع بالنسبة لك يبقى صعب ولكن هو يعني دي الطريقة الصح يعني. تمام? فببسطة انت بتمد خطوط كده. وبعد كده بتبتدي توصل الخطوط دي في شكل نهائي. خلينا نجيب لون تاني. بتوصل بقى الخطوط اللي هي التقاطع ده. بتوصل بيكون الظل اللي جاي لك بالشكل ده. كده. كده. بتوصل من الخط ده كده. فده يعني الى حد كبير ده الشكل للزل بتاعك. ممكن بعد كده تجيب بقى مسلا وترسم كده على الشكل ده. ده الشكل الدقيق للزل. ممكن مسلا تجيب لوحد وتملاه بلون اسود بقى تخفي كل الشخبطها دي. فبالتالي ده المفروض هيبقى شكل الظل بتاعك. ممكن هو يتضغط اكتر لان انا الخطوط ما كانتش مستخيمة قوي يعني. اه فممكن احنا تزبطه اكتر. ولكن دي الفكرة لأساسية. ما الى بتبني بناء عليها الظل بتاعك. خلاص? طبعا هنا شكل الظل نفسه كان يبقى مزبوط اكتر. لو الخطوط اللي احنا رسمناها اللي هي الخطوط اللي احنا رسمناها في الاول دي كانت مستخيمة تماما. خلاص? طيب هل هل ده اللي احنا بنعمله مية في المية في التصميمات بتاعتنا? مش لازم بالشكل ده ولكن دي الطريقة الاساسية يعني مش لازم ان انا هبتدي احدد كده وارسم الخطوط اللي هي اللي احنا رسمناها في الاول دي لا انت بمجرد النظر كده انت لما هتفهم النظرية نفسها هتبتدي انت بمجرد النظر تقول اه والله ايقاء دي الظل بتاعي هيبتدي من هنا وتicate الخط كده بعينك وتبتدي ترسم الخط واحنا برضو في الاول وفي الاخر احنا بتتعامل مع حاجة فنية فانت لازم عينك تكون شغالة. فانت اول ما هترسم الخط كده مسلا انا ممكن ابص على الشدو كده حس ان هو مش مزبوط. فابتدي ان انا ازبطه. بناء على اللي انا شايفه بعيني. ولكن النظرية الاساسية اللي انا بحدد بناء عليها هي النظرية اللي انا شرحتها لكم. دي الطريقة الاولى لو ما عندكش اصلا الظل بتاع الجسم معين موجود معك في الشكل. تاني طريقة بقى بقدر بعمل بها الشدو وهي ان الصورة نفسها الاصلية بتاعتك يكون فيها ظل وبالتالي انت تستخرج الظل ده من الصورة فما تتعبش في انك ترسم الظل من الاول. بتاع الطريقة دي هو ان مش دايما الظل اللي موجود في الصورة الاصلية بيكون نفس الزاوية اللي انت عايزها. يعني انا مسلا هنا انا تحيالت على الموضوع وحطيت الظل بالشكل ده. هو المفروض ان هو هيكون طويل شوية ولكنه بشكل عام هيمشي. اه لكن لو عايز وقعية مية في المية كان المفروض ان الظل يكون ممدود شوية كده. اه ده العب الوحيد لي يعني ولكن هو بيدي لك اه نتيجة ممتازة لان هو بالفعل الظل الرئيسي. طب يعني ايه الكلام ده وهنرسمه ازاي? ببساطة دي الصورة الرئيسية بتاعتي خلاص? فانا بستخرج من الصورة الظل الموجود من تحت. تمام? فده اللي انا عملته هنا في التصميم بتاعي. فلو هنبص كده دي دي صورة العربية الفصلتها بالبينتول وكنت شرحت اصلا فيديو كامل للتصميم ده برده هسيبه لكم في وده الظل بتاعي شايفين لو هنخفي دي ده العربية انا انا قدرت ان انا افصل الشادو اه وعملته في التصميم بالشكل ده. تمام? بيتحطيني. طب خلينا انا اعرف ازاي تقدر ان انت تفصل الشادو بتاعك عن الصور الرئيسية. انت بيكون اه همك هنا اه في الموضوع كله انك تفصل اول حاجة انا اول حاجة بافصل صورة العربية نفسها عن الخلفية. وبعد كده باخد نسخة من اللير الرئيسية وبحطها من تحت. فبيصبح عندك ايه? بيصبح عندك دي العربية الوحدها والصورة اللي في الخلفية الوحدها. دي اول خطوة بعملها. طبعا بتقصها بالبينتول بكويك سليكشن باي اداة بتقدر تعملها يعني. بعد كده هنحط اي حاجة في الخلفية مسلا باي لون كده عشان بس نشوف الشغل اللي احنا عملناه. فهحط الصورة في الخلفية بالشكل ده. فانا هنا اصبح عندي صورة اللي هي الخلفية وصورة العربية ومعايا في الخلفية. طيب اول حاجة بعملها هي ان انا بتخلص من كل اللون اللي موجود معايا في الخلفية ده. فبكل بساطة انا بعمل الموضوع ده ازاي? بدوس كنترول يو. عشان نفتح لو ما ظاهرة اطلقش حاول ان انت تترجع اللير دي ما تخلقاش مسلا لا خليها فبتدوس من هنا. وبعد كده وبعد كده بتقلل على الاخر فيصبحت الخلفية مفهاش لون. فدي اول خطوة بتعمل. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا بحول بتاع اللير دي. طب ايه لازمت ببساطة ان هو بيشلي تقريبا كل المنورة وبيخلي بس المضلمة وده اللي احنا عايزينه لان ده الظل. طيب جميل احنا كده شلنا آآ اغلب الاجزاء اللي احنا مش عايزينها باقي بس شوية حاجات كده منورة شوية اللي هي الرمادي. طبعا نشيلها ازاي? بكل اختصار هنشيلها عن طريق فبدوس عشان نفتح كابتدي ان انا اقلل كده او ازود كده شوية واقلل الاجزاء البيضة من هنا لان بتاعي فلما بقلل الاجزاء البيضة فبتتشيل خالص. تمام? فانا ببتدي ان انا في الموضوع ده انا يهمني الجزئية اللي هي من تحت دي. كل ده ممكن اعمله بشكل سريع. انا يهمني بس الجزئية اللي من تحت دي. فانا بعد مخلص الكلام ده بدوس اوكي. فاصبح عندي كده الظل الى حد ما مفصول. ممكن بعد كده اقدر ان انا اجي وابتدي بعد كده ان انا احدد الجزء بتاع الظل بتاعي بشكل سريع كده. انا حددت الجزء ده وبعد كده بدوس عشان اعكس التحديد وباجي على بتاعي من هنا وباجي على بتاعتي من هنا بعد كده بعمل طبعا انا هنا عملت الجزء بتاع الشادو فانا ادوس كنترول اي عشان اعكس المص. فاصبح معايا الشادو في الواحدة. شايفين? طبعا في اجزاء من فوق ومن تحت دي نقدر ان احنا نمسحها بكل سهولة. ولو مسلا عندنا شوية اجزاء من هنا ما اتزبطتش. ده طبعا بيعتمد على الصورة اللي انت هتحطها فيها. فانا مسلا هحطها في صورة بتاعت شارع رصيف يعني فالاجزاء دي مش هتبقى بعينة اوي. لكن انا هحطها في صورة مسلا سولد كالر زي دي. فاهمنا انا اتخلص من الاجزاء دي. فبعمل الكلام ده ازاي عن طريق ان انا باجي بسوفت راندد براش. اكبرها شوية مسلا. وبغير البلنينج مود بتاع البراش بخليه اوفرلي. فانما بعمل كده ببتدي ان انا الون باللون الابيض. اجي من هنا اغير اللون اخليه الابيض. ولون في الاجزاء دي. فكده انا بخلي الاجزاء اللي هي لونها شوية رماضي. اللي هي الاجزاء دي مش اللي هي سودة تماما. لا اللي هي لونها شوية ماضي بزقها نحيط الابيض. تمام? لان انا بلون بلون ابيض. فانا بلون في الاجزاء دي كده. ولو حاسس ان مسلا عندي فيها اجزاء فتحة ممكن ان انا اغمقها بنفس الطريقة. عن طريق ان انا هقاير اللون ان هنا اخليه اسود. وابتدي ازق الاجزاء اللي هي شوية ماضي اخليها اسود لان انا بلون باللون الاسود. فانا بكده قدرت ان انا احصل على بتاعة الصورة الرئيسية. بشكل اه ضقيق جدا. فاقدر ان انا اخد دي تبعه منفصلة عندي. اقدر ان انا اتحكم فيها احط لها كل التحكمات. مسلا انا انا عايز اخلي اللون بتاع الشادو من هنا بتغير شوية. ادوس كنترول يو. وابتدي مسلا اغير اللون بتاعه زود الساتيوريشن. اخلي اعمله. اخلي لونه مسلا شوية محمر. اقل بتاعته بالشكل ده. اقدر ان انا اتحكم فيه باي شكل انا عايزه. فدي الطريقة التانية اللي انا بقدر رسم بها الشادو. اللي هي الطريقة ان انا بستخرج الظل من الصور الرئيسي. طيب نيجي للطريقة التالتة بقى ودي اكتر طريقة يعني في الاغلب بتبقى عملية. على حسب طبعا الشكل بتاعي. وعشان نستخدم الطريقة دي. فانا جيبت صورة العربية دي. وركز معيها قوي في الجزئية دي. لانها جزئية مهمة. ودي اللي في الاغلب نستخدمها في التصميمات. اه ادي صورة العربية دي. وليكن مسلا عندنا صورة خلفية زي دي مسلا. هبتدي ان انا اشدها. واحطها عندي في تصميم كده. كبرها شوية هحطها هنا مبدئيا كده. طيب اول حاجة هنلاحظها هنا طبعا ان الصورتين مش مع بعض وركز معي كويس جدا لان الحتة دي فيها تفاصيل دايما بنغنط فيها. دايما. لازم لازم تفهمها كويس عشان متغلطش فيها. اول حاجة الموضوع فيه حتة تركة كده ليها علاقة بالمنزور. زي ما احنا عارفين ان عشان تزبط المنزور بتاع صورتين مع بعض لازم تحدد حاجة اسمها خط الافق. ببساطة خط الافق ده هو مكان مستوى طلاقي السماء مع الارض. تمام? اللي هو ايه? اللي هو الخط ده ببساطة في الصورة بتاعة الخلفية. الصورة بتاعة الخلفية ده مستوى خط الافق وهو بيمثل مستوى الكاميرا اللي خدت الصورة دي. هل الكاميرا دي واطية شوية اخدى باللوء انجل ولا بهاي انجل? ده المستوى الشخص اللي صور الكاميرا كانت موجودة فيه. انا واضح جدا ان الصورة شكلها مش راكب وغريب كده صورة العربية. فعشان اركب صورتين على بعض لازم يكون خط الافق او مستوى الكاميرا اللي خدت الصورة دي يطابق مستوى الكاميرا اللي خدت الصورة الخلفية. طب هنعمل ده ازاي? ببساطة انا دي الصورة طبعا هي صورة يعني مش انا خدتها بساكل سريع كده عشان اشرح لكم عليها. مش صورة انا شريحة يعني ولا حاجة. تلقى فيها الاوتر مارك. ولكن دي الصورة الرئيسية. فهنفتح الصورة بالشكل ده. فهنلاقي دي الصورة الرئيسية عندي. طيب هنحدد فين خط الافق بتاع الصورة دي. عشان نحدد خط الافق زي ما قلنا هو هو طلاقي السمم على الارض. فبالتالي هنرسم خط مستخيم كده في الحتة دي. اللي هي فيها طلاقي السمم على الارض. فليكن نسلا هيكون هنا. فده خط الافق. مستوى اه خط الافق بتاع صورة العربية اللي هو ده. تمام? خلينا نديله لون تاني ولكن لون اخد. فهنيجي وناخد اللير دي خلينا ناخدها زي ما هي كده عشان دي اللي هنحطت فيها الخط. ونبتدي ان احنا نطابق الخطين على بعض. نحطها بالشكل ده. فكده اصبح نقدر ان احنا نبتدي ندمج الصورة. تمام? فده المكان اللي المفروض يبقى في العربية. طبعا خلينا نرجع الماسك تاني ونخفي اللير دي. فكده نبتدي آآ ندمج العربية. طب هل هي كده اندمجت وخلاص كله تمام? لا هنا طبعا انت محتاج شوية تعديلات لان الصورتين متخدين في ظروف مختلفة. الصورة دي هاي انجل شوية يعني اللي مصور الكاميرا اللي يبصع بتاعة الخلفية العدسة عالية شوية. فوق كده. تمام? عكس العربية الشخص وطى جدا لغاية تقريبا بقريب من الكويتش. لو هنبص مستوى سطح الكاميرا تقريبا واطي جدا. تمام? فعشان نزبط الموضوع ده لازم الاول نلعب في الصورة نفسها بتاعة الخلفية. فهنعملها ازاي? عن طريق ان انا هبتدي لازم بقى هنا اغير في شكل الجزء بتاع اه اه الارضية ده فادوس احدده كده وبعد كده ادوس كنترول آآ سي كنترول في او كنترول شيفت في ايه عشان تتنسخ في نفس المكان وبعد كده هدوس كنترول تي وابتدي ان انا اضغط الجزء ده شوية بحيس ان هو يبان الزاوية بتاعتي تحت شوية. تمام? فدي اول خطوة. فانا هبتدي اه اخفي الخلفية مؤقتا كده. وابتدي ان انا اخد صورة العربية وصورة الارضية وابتدي ان انا احطها تحت شوية كده. لسه برضو الارضية عايزة تضغط شوية. عشان تباني ان هي لو انجل اكتر. وهبتدي هنا ان انا ارفع مستوى خط الافق للحطة الخط اللي هو كان عليه اللي هو اكهوتش. فاصبحت كده تقريبا يعني تقريبا مناسبة. برضو الموضوع محتاج تبتدي يعني هتوخد كتير مش بيجي من اول مرة. تمام? هبتدي ان انا اوسع كده الجزء ده. وهنزل دي كده. وبعد كده هبتدي استرجع بقى الجزء اللي كان موجود عندي من السماء. طبعا هبتدي ان انا اكبرها. هنا بقى هنتطر ان احنا ناخد الجزء بتاع السماء ده كله زي ما هو كده. كنترول سي كنترول شفت في او كنترول في. وبعد كده بدوس كنترول تي. وابتدي ان انا اعمله امتداد بالشكل ده. فانا اضطريت ان انا اغير اصلا في ملامح الصورة عشان ابتدي بصه كده تبتدي تندمج شوي. فدي اول خطوة بنغلط فيها كلنا حتة زبط اصلا المنزور. ممكن يكون المشكلة مش في الضوء ولا الزل ولا كم ده. مشكلة في المنزور نفسه. فانا بصه اتطريت ان انا اغير في شكل الصورة بتاعتي من الشكل اه من الشكل ده. للشكل ده. تمام? اتطريت انا اعدل في الصورة نفسها. فدي اول خطوة خليني برضو اخد الخلفية عشان اخلي الشمس جاي من على الشمال كده. عشان نعرف نرسم الضل بتاعنا يبقى اه جاي في الحتة اللي على يمين دي. تمام? اول حاجة انا هحدد مصدر الاضاءة بتاعي تقريبا فين? فتقريبا كده. ايه ده انت بتعمله اه بعينك. فهيكون تقريبا في الحتة دي كده او تحت شوية. تقريبا يعني خلينا نقول ان هو في الحتة دي كده. طبعا نغير. فيكون تقريبا في الحتة دي. تمام. من هنا بقى نبتدي بقى نعمل الحتة بتاعت الاسقاط اللي احنا قلنا عليها قبل كده. اه وطبعا زي ما قلت لكم الموضوع بيبقى بشكل شوية رافل يعني مش لازم مية في المية ولكن يهمني ان انت تكون فاهم النظرية وبعد كده تقدر ان انت ما تطبقهاش مية في المية. بس تكون فاهمة على الان. فده مصدر هنقول اسقاط وكده هيكون هنا بس في جزء بعيد كده. تمام? فبالتالي لو هنيجي هنمد خط. بالشكل ده. فبداية الظل بتاعي هيكون كده. ولو هنبتدي ان احنا نمد خط بالشكل ده. فالزل بتاعي هيبقى طويل شوية. تمام? اه لو هناخد خط من ده لده كده. ده كده فهنلاحز ان الظل بتاعي بقى طويل شوية لان انا بحاول هنا انا بحاول اوصل ارسم الخط ده. اللي هو ارتفاع العربية بمعنى صح. انا بحاول اشوفه هيمشي فين? فهو الظل بتاعي هيبقى طويل. يعني لغاية هنا ممكن يكون آآ قافل لغاية اخر بس هنا احنا طبعا هنعمل الموضوع بشكل فني مش لازم مية في المية يعني لان اصلا افتراضي ان الشمس هنا ده مش مية في المية فهبتدي ان انا احدد صورة العربية كده بدوس كنترول وبعمل على صورة العربية دي اول خطوة. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا ببتدي بعمل آآ ولياكم مسلا سولد كالر وهنا هنيجي لنقطة مهمة جدا هي اللون بتاع الظل اللي بعمل ازاي? خليني في الاول اعمله باللون الاسود او لون يكون شوية ناخد لون غامق من الخلفية كده وبعد كده هقول لكم اللون بيتحدد بناء علي. تمام دي اول خطوة. بعد كده ببتدي ان انا اخد الظل وامده في الاتجاه اللي احنا حددناه قبل كده. خلاص فخلينا برضو نرجع الخطوط دي وبعد كده آآ نبتدي ندوس كنترول تي وابتدي ان انا بدوس كنترول وبغير في الشكل بتاع الظل بالشكل ده. بدوس كنترول على النقطة دي. وبحاول هو طبعا مش هيطلع مية في المية يعني صحيح ولكن بحاول اخلي الشكل بتاعه قريب للواقع. تريد ان انا امده بالشكل ده كده. يميل. طبعا اللير دي هتكون تحت اللير بتاعة العربية. هو هيكون ممتد بالشكل ده. تقريبا دوس انتر وبعد كده بحط اللير بتاعتي من تحت. فكده لحد ما احنا قدرنا ان احنا نحط المكان بتاعه خلينا بس نخفي الحاجات دي كده عشان نشوف بالقين برضو طول ما انت شغال لازم عينك تكون شغالة معك. فاعتقد كده مناسب كحاجم للظل يعني. جميل. هنبتدي بعد كده نتكلم على النقطة بتاعة اللون بتاع الظل. وانا هنا عشان اشرح الجزئية بتاعة لون الظل دي خليني اوريلكم برضو مفهوم تاني وهو مفهوم حاجة اسمها الكونتكت شادو. انت ما يكون في عندك صورة كده من اكبر الاخطاء الشائعة هي ان انا باجي بارسم مثلا عايز ارسم ظل للجسم ده ومعامل بقعة ظل من تحت كده وخلاص. لا مش ده الصح. الصح ان احنا بنشوف الجسم ده ملامس الارضية فين? وبنعمل حاجة اسمها الكونتكت شادو. اللي هو تلامس السطحين دول مع بعض. خليني برضو اعمل لكم زوم اكتر. شايفين تلامس السطحين دول مع بعض. الارضية مع الجزء ده بيبقى فيه كونتكت شادو خفيف كده. ويبقى اخد شكل الرجل. فدي اول حاجة بارسمها اللي هو المفروض الكونتكت شادو. وبعد كده بارسم اللي هو الكست شادو اللي هو الشادو الرئيسي. فده بيدي لك وقاعي اكتر. فدي انواع الشادو عاملت ازاي? طيب اللون بتاعه المفروض يبقى عامل ازاي? طيب زي ما احنا اتفقنا ان الشادو هو بيكون عدم وصول الضوء لحاجة معينة. يعني الطرابيزة دي مسلا لونها شوية بني. فبالتالي لو انا هحط الماوس كده. عليها. فالضوء مش هيوصل للطرابيزة. ازا الجزء اللي مش وصل له الضوء في الطرابيزة ده هيكون ايه? هيكون نفس لون الطرابيزة بس اغمق شوية. لانو ما وصلوش ضوء. فلون الزل بيكون لون اغمق شوية من الحاجة اللي هيسقط عليها. فالياكم مسلا هنا عندك خلفية لونها او بامبي او اللون ده يعني هتلقى لون الظل اللي موجود عندك هو لون اغمق شوية من لون الخلفية. طيب لو الخلفية عندك لونها مسلا وليكن احمر بص الظل اللي عامل ازاي? الخلفية لونها احمر فاتح كده الظل احمر غامق. طب الخلفية هنا لونها اصفر هتلقى اصفر غامق شوية. وهكزا. تمام? فده لازم تكون انت فهمه. وهنا عندك حاجة اسمها وفي عندك اللي هو موجود عندك. طيب جميل خلينا نطبق بقى الكلام ده على بتاعنا. خلينا نشوف الخلفية اللي هي الارضية دي. ايه اللون بتاعها? فانا هفتح الالوان بتاعتي كده. واشوف والله الالوان بتاعتي كلها في اللون البرتقاني اللي دي جدا اللي هو اللون الترابي اوي. والشادوز كلها في نفس الحتة. بس لون شوية اه يعني هتلاقيه كله في الحتة دي كده. كل درجات هتلاقيها في الحتة دي كده. مش هتروح بعيد. فاحنا هنختار لون في الحتة دي. تمام? فدي اول خطوة انا بعملها. بروح على بتاع الشادو. اختار لون. الحتة دي يكون برطقاني شوية. فده اللون اللي المفروض يبقى عليه الكاست شادو. طيب خليني برضو من دراسة المكان اللي موجودة في الصورة. هنلاحز ان الشادو مش شارب اوي كده. الشادو هتلقى في سنة نعومة. لان انت في وقت المغربية بيكون الشادو خفيف شوية وفي سنة نعومة كده. مش مش صفت اويه. لكنه في سنة نعومة زي ما احنا شايفين مسلا في الجزئية دي. فهنعمل اه الكلام ده ازاي? خلينا اخدها معاك خطوة خطوة. اول حاجة اه اكبر غلطة هنا احنا بنعملها هي ان انا نسيبه كده. اه على الاخر لا لازم ان احنا نشيل شوية منه عشان يبقى اي في الخلفية اي اي جزء صخري في الخلفية فبدوس اللي انا بستخدم اداة وببتدي اني اشيل من الاجزاء الفتحة. عشان اخلي بس في شوية كده. جميل فدي اول خطوة معايا. بعد كده بدوس اوكيه. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هقلل بتاعته شوية. يعني زي ما احنا قلنا ده وقت مغربية شوية كده. ممكن لما قللنا محتاج ان انا ارجع شوية وازودها تاني. شكل ما اعتقد كده مناسبة اكتر يعني. جميل. انا اوسعها. بعد كده ادوس اوكيه. طيب هنا لما عملنا الخطوة دي هنلاحز ان هنا الجزء ده هتحس ان هو كده بقى مش راكب ليه لان مش موجود اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو الكونتكت شادو. طيب انا هعمل الكونتكت شادوز ده ازاي? ببساطة انا هاخد نفس. آآ اللون بتاع ده. فانا هعمل سولة تانية. واخد نفس اللون. ولياكم مسلا. هاجي هاخد نفس الكولار كود من هنا. اوكيه ممكن اعمل اللير نفسها. وبعد كده بدوس كنترول اي. عشان اعكس آآ اللير. وببتدي ان انا بجيب وبططها شوية كده. يعني اخد بالك من رسم الكونتكت شادو برضو ده شوية تريكي انت لازم هتعمله آآ برسم يعني لازم يكون في ايدك تشتغل يعني. فهاخد شوية تدريب يعني. آآ فهبتدي ان انا ارسم كده. شادو طبعا انا هنا قللت الفلو عالاخر. وباللون الابيض هبتدي ان انا ارسم شادو كده. هو بيكون اقوى حاجة في الاجزاء الملامسة للسطحين اللي هو ما بين الكويتش وما بين الارض وبعد كده بيبتدي ان هو يفيد قوت كده. او اللي هو يبقى خفيف. نفس الكلام هنبتدي ان احنا نتقل ايدينا كده في الجزء ده وبعد كده يبتدي ان انا اخفف كده. الجزء ده دايما تخلي عينك كده بتزوم وتزوم عشان تبقى شايفة الموضوع بشكل مفصل يعني. الجزء برضو لتحت العربية ده كل مفروض يبقى فيه. سنة كده اغمى. اعتقد كده. مناسب خلينا نشوف قبل وبعد. ازا قبل بصوا الكونتكت شادو تحس العربية بقت ركبة اكتر. طيب جميل جدا. هل كده خلاص نقفل? لا لسا شوية. اه محتاجين هنا يكون شوية اه في شوية كده على الحواف. فبكل بساطة انا هعمل الموضوع ده ازاي هاجي على دي. وهدوس يمين. وبعد كده باجي من اي فلتر من الفلتر انا هنا في الحالة دي بفضل اللي هو اه الباس بلور. وهبتدي هعمل بلور في الحتة دي كده. اللي هي في الاخر خالص. بدي اعمل في اي اتجاه كده. ممكن ان انا ازود شوية. اشوف. اعتقد كده يعني. مناسب على حسب بقى البلور ممكن تستخدم او حاجة. فهتحس ان هنا بقى اه شوية وممكن بعد كده تجي تيجي بالمسك. وتيجي بالفرشة تكبر الفرشة على الاخر وتبتدي ان انت تفيد الحواف بالشكل. بس انا اعتقد ان احنا هنا ما كانش المفروض يعني في الحالة بتاعتنا هنا دي تقريبا ما كانش المفروض ان احنا نعمل يعني. اه. في الحالة بتاعتنا دي المفروض ما نعملش لالزل لان الشمس اه في الوقت ده اعتقد هتدي الشكل ده للزل. جميل فبكده احنا قدرنا ان احنا نعمل بتاعنا بس صورة العربية كده ما عملنا لها الظل بتاعها الى حد ما ركب يعني طبعا انت خد وقتك تماما بقى في انك تهتم اه بالتفاصيل بتاعت رسم الكونتكت شادو ان انت تزبط الشكل بتاع الشادو الرئيسي شوية طبعا هنا لو زبطنا تزبطه بشكل افضل يعني تحط مسلا هنا على حسب بقى التصميم اللي انت عايزه ولسه برضو لما تحط الالوان وتعمل بتاعك في التصميم الموضوع بيركب اكتر يعني لياكم مسلا هنا هستخدم كريس بورم سوفت لايت ان انا اعلى الفل كده شوية قبل كده بعد يعني كل ما بتحط بقى بقية الالوان وتزبط في التصميم بيزبط اكتر ولكن يعني اهم حاجة انا بشوفها من وجهة نظري في الموضوع ده ان انت قبل ما تزبط آآ ان انت تزبط لان لو هناخد بقى لنا مسلا ولياكم مسلا هاخد خلينا اخد معك مسال تاني انا كنت حاولت فيه برضو معايا صورة الخلفية دي تمام السورة الرئيسية بتاعت الخلفية هي دي دي الصورة الرئيسية بتاعت الخلفية فلو جيت حطيت عليها العربية مباشرة هتحس ان في حاجة غريبة حتى لو زبطت الهورايزون لاين حتى لو زبطت كل حاجة هتحس ان في حاجة غريبة لان الكاميرا اللي اخد الصورة اخدها بزاوية عالية شوية فكان لازم ان انا اعدل في الصورة دي من الشكل ده للشكل ده. اللي هو ايه? اللي هو ده? كان لازم ان انا اعدل فيها وابتدي ان انا بصوا آآ ضغط السماء وكبرت كبرت الجزء بتاع السماء وبصوا الجزء بتاع الهورايزون ده. بصوا هنا انا ضغطه بشكل عامل ازاي? هو كان عامل ازاي? يبص الجزء بتاع الهورايزopez كماليان شجر وباين ازاي? انا ضغطته جدا. لان ده المنطقي. عشان اركب عليه صورة زي. دي. فكان مهم جدا اختيار الصور ان هي تكون مع بعض بعد كده بقى تحط وتزبط عليه. بس كده يا رب تكون حلقة اه افادتك. اه الموضوع محتاج شوية تدريب. وزي ما قلت لك مع كتر التدريب هتحس ان عينك بتتطور. وموضوع مش هيبقى نظريات بقى وكلام نظري. انت لما انت بتشغل عينك مع التصميم. مش بتحتاج ان انت تستخدم النظريات العلمية قوي. موضوع بيبقى معك بشكل لا واعي يعني. اه بس اوليولي في الكومنت تحت همحتاجين حلقات عن ايه اكتر. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لان ده بيدعمنا وبيساعد على انتشار الفيديو والكلام الحلو ده يعني. يا معكم محمد علي. سلام.